مرحبا يا أصدقائي معكم هوديني اف اي في فيديو جديد اليوم سوف نتكلم على إعدادات تطبيق جي جي موس برو يا أصدقاء إذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد والضغط على الزر اللايك ووضع تحفيزي لتشجيعنا على تقديم المزيد من الفيديوهات وشكرا لكم على 4000 متابع يا أصدقاء اليوم يا أصدقاء سوف نرى كيف نرتب إعدادات تطبيق جي جي موس برو ولا تنسوا الاشتراك في القناة لأن الكثير منكم يشاهد فيديوهات لكن لا يشارك في القناة أتمنى أن تشتركوا في القناة جميعا كما تروا الآن سوف نمر إلى إعدادات كي لا أتأخر عليكم يا أصدقاء كما تروا لدينا هنا إعدادات يعني غير مكانها ليستمرتبة سوف أعيد ترتيب معكم إعدادات من جديد سوف أرتيب إعدادات أخرى جديدة وسوف نذهب بطوة بخطوة حتى تتمكنوا من عمل إعدادات جيدة مثل التي ألعبها الآن سوف نحاول أن نضيف إعدادات جديدة يا أصدقاء سوف نذهب إلى الإيقونة التي تظهر لنا في الأعلى إيقونة التطبيق جي جي موس برو بعد ذلك سوف نضغط عليها هكذا سوف تسعد لنا الكثير من الخاصيات سوف نذهب إلى خاصية الكونفيج هنا ثم ننقر عليها نأتي إلى الخطوة الثانية ننقر هنا بعد ذلك نضغط على كرييت سوف تظهر معنا الشاشة يعني فارغة سوف نحاول أن نضيف أزرار التي سوف نضع فيها يعني الحروف الخاصة بالكيبورد سوف نأتي هنا إلى عضية نوتيف حرف أو فقط تذهب مباشرة إلى يعني هكذا على السلاح وتضغط عليه ضغطتين بسرعة سوف تظهر معك العيقونة هكذا ثم بعد ذلك يمكنك إضافة أي حرف تريد أن تلعب بي مثلا أنا سوف أضيف حرف أيغ هنا وبالنسبة للسلاح الأول سوف أضع لي رقم اثنان ثم هنا رقم ثلاثة وبالنسبة هنا رقم أربعة يا أصدقاء ثم سوف تأتي إلى هنا بعد أن ترتب هذه حاول أن ترتبها يعني بشكل جيد لكي لا تقع في مشكلة البلوغ ماوس سوف نأتي هنا إلى الشاشة ثم سوف نضيف زر هكذا آخر بعد ذلك سوف تضغط عليه ضغطة مطولة حتى سوف تسعط لك مثل هذا الشعار على الشاشة سوف تضغط على تش كومبونت يعني سوف تضغط على هذه الخاصية الثانية سوف تطلع عليك سكرول هكذا سوف تأتي وتضعه على رقم اثنان ثم سوف تضغط ضغط مطولة مرة أخرى وعليه هكذا ثم سوف تضغط على سكرول مرة أخرى ثم سوف تضع على رقم أربعة ثم سوف نأتي ونضيف زر آخر نضعه في زر من أزرار الماوس إذا كانت لديك ماوس يعني فيها أزرار كثيرة إذا لم تكن لديك أزرار كثيرة في الماوس حاول أن لا تضع هذا الزر ثم بعد ذلك سوف أرتب باقي الإعدادة يعني كلها تابعوا الفيديو يا أصدقاء وسوف أعود لكم لأشرح لكم باقي الإعدادات التي سوف تكون داخل التطبيق ترجمة نانسي قنقر بعد أن تقوم بترتب الإعدادات هكذا بالنسبة للانالوج سوف تأتي إلى الشاشة هنا ثم تضغط الضغطتين سوف نضغط معك مثل هذه سوف تضغط على حرف S بعد ذلك سوف تضغط لنا هذه الخاصية سوف نضغط على هذه الخاصية الأولى بعد ذلك سوف تظهر معنا الخاصية الأنالوج هكذا سوف نقوم بتصغيرها ثم سوف نضعها هنا في الأسفل وكما تروا يعني الأنالوج أنا يعني وضعتها في الجانب كما تروا لكي أتفادى لمشكل ثم بعد ذلك سوف تأتي هنا إلى الشاشة ونضغط الضغطتين بسرعة بعد ذلك سوف نضيف حرف 6R الموجود في الكليبورد ثم سوف نضغط على الزر الأيسر ثم سوف نأتي إلى التي تظهر معنا هنا في الأسفل سوف ندخل إلى هنا ثم نضغط على بعد ذلك سوف نأتي إلى الاختيار الأخير نضغط على هكذا ثم سوف نأتي إلى هذه التي تظهر معنا هنا سوف ننقر على ثم سوف ننضيف الحرف الذي نريد أن نخفي به مؤشر الموس كما تروا لدينا هنا حاولوا أن تختاروا الحرف الذي تريدونا يعني أن تخفو به الموس مثلا أنا سوف أعمل كما تروا يا أصدقاء يعني عندما أضغط على سوف يختفي معنا المؤشر الخاص بالموس الذي يظهر لكم بالأبير ثم بالنسبة لهذه سوف تضع هنا في الفراه هي التي تتحكم في تحرك شاشة وفي الدورة ثم بعد ذلك سوف ننضيف بعض الأزرار الخاصة باللوت يمكنكم وضع هنا F1, F2, F3 أو يمكنكم وضع بعد أن تقوموا بترتيب جميع هذه الإعدادات التي رتبناها مع بعض سوف نأتي هنا إلى الشاشة ونضيف زر آخر لكي نضعه على زر الإطلاق الخاص سوف نضيف زر هكذا بعد ذلك سوف نضغط على زر الأيسر للموس ثم نأتي به ونضعه على زر الإطلاق حاولوا أن تصغيروا زر الإطلاق لكي لا تجدوا أي مشاكل بالنسبة لإطلاق النار هكذا يا سيقاء هنا يمكنكم يعني أنتم تعرفون هذه الإعداد خاصة بفريفاير إذا أردت يعني ألا تظهر لديك وسنمر إلى الماكرو الخاص برقاصات لكثير منكم يسأني عن الماكرو سوف نضيف زر هكذا على الشاشة ثم سوف نضغط أي حرف من الكي بورد التي تختارونها للضغط على الرقص مثلا الحرف إن سوف نضغط عليه هكذا ضغطتين بسرعة سوف يأتي بنا إلى هنا ثم سوف نأتي إلى كريزي طاب هذه نضغط عليها بعد ذلك سوف تسعد معنا هذه الإعدادات الخاصة بكريزي طاب سوف نعملها في واحد ثم الثاني سوف نضعها على خمسين بعد ذلك سوف نعمل إلى هنا كما ترون وسوف نضيف زر آخر ثم سوف نضغط على حرف ب بعد ذلك سوف نضغط عليه ضغط مطولة سوف يأتي بنا إلى هنا سوف نأتي إلى ماكرو هكذا بعد ذلك سوف نأتي إلى ماكرو سوف نضغط على بعد ذلك سوف تسعد لنا هذه الخاصية سوف نذهب إلى أول خاصية نضغط مرة ثم هكذا بعد ذلك يا أصدقاء سوف تسعد معنا هذه الخاصية سوف نضغط Elite Position سوف تسعد معنا واحد واثنان سوف نذهب بواحد نضعه على الثلج هكذا ثم بالنسبة لاثنان سوف نضعه على الجلوس لكي نضع على الثلج ونجلس في نفس الوقت ثم سوف نعمل حفظ بعد ذلك سوف نأتي إلى هنا بالنسبة لهذه سوف نضعها على عشرة وهذه الأخرى سوف نضعها على خمسة وعشرين أو ثلاثة وعشرون أو يعني اثناني وعشرون هكذا سوف نضعها على ثلاثة وعشرون ثم نعمل الضون ثم سوف نعود هنا إلى هذه الواجهة والآن سوف يشتغل معكم الماكرو بدون أي مشاكل سوف تحاول وضع هذا الزر هنا في الجانب وبمجرد أنك تضغط على حرف B سوف يشتغل معك ماكرو التلج وبنفس الطريقة ماكرو الرقصات يمكنكم تشغيله بنفس طريقة التلج ولتفادي فقدان الإعدادات يا أصدقاء يمكنكم حفظ هذه الإعدادات وتنزيلها على الهاتف فقط من خلال الضغط هنا ثم الدخول إلى Config بعد ذلك سوف تأتي هنا تم تضغط على Import وسوف تظهر معك هذه الخانة الفارغة سوف تضغط على Import هنا ثم سوف تحاول انتظار بعض الوقت عندما يظهر لك هذا الإشعار بالأحمر عندما تظهر معك هذه الخاصية سوف تنقر هنا ثم سوف يظهر معك هذا الكود هذا هو الكود الخاص بالإعدادات سوف أضعه لكم في أول تعليق يمكنك أن تأتي مباشرة هنا ثم تضع الكود وتعمل Import وسوف تتنزل معك هذه الإعدادات بدون أي مشاكل يمكنكم تنزيلها مباشرة سوف تظهر معكم الإعدادات الجديدة هنا وعندما تضغط عليها تصعد لك الكثير من الخيارات سوف تأتي هنا ثم تنقر هنا وسوف تظهر معكم الإعدادات مباشرة على التطبيق إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو أشكركم على المشاهدة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس